مرحبا لم يعد المريض المضمون قادر على دفع الفاتورة الاستشفائية الباهضة حاله كحال غير المضمون فالدخول إلى المستشفى يقتضي دفع 90% من الفاتورة للمضمونين أما غير المضمونين فهم مضطرين بكثير من الأحيان إلى بيع الغالي والنفيس للحصول على أدنى خدمة استشفائية تردد للأنبياء الشاكي ومن عدد كبير من المواطنين تفيد بعدم استقبال بعض المستشفيات لمرضى الضمان ووضع شرط الدفع نقدا للدخول ما يدفع كتار لتلقي العلاج في المنزل وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يصلح للمرضى يلي بيكونوا بحالات حرجة ومزيد من التفاصيل نطلع عليها مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كاركي إذن دكتور هل من أليا تعملون عليها مع وزارة الصحة لتخفيف العبق عن المضمونين وزيادة نسبة العشرة بالمية يلا بغطية الضمان اللي بحب أشتر المواطنين بداية أنه مثل ما بتعرفي مؤخرا لأسبوع الماضي توافق ولايات الاقتصادية والاتحاد لهم مال عام معنا ووزارة العمل لحتى نزيد الرواتب مليون و325 ألف بشكل أنه ما عاد يتصرح شيء للضمان أقل من مليونين ليرة بالإضافة لهيك كمان توافقنا أنه نزيد السعب الخاضع للحسومات بفرع المرض والأمومي من مليونين ونص إلى 5 مليون ليرة وبالتالي من ناحية القطاع الخاص قاموا بما يستطيعون وبالتالي حيفوت إيرادات لفرع المرض والأمومي بحدود 700-750 مليار مما يساعد في زيادة تعريفات الضمان الاجتماعي وخاصة الاستشفائي ماذا عن مرضى الأمراض المستعصية كالسرطان وغسيل الكلا وغيرها؟ هل بيستفيدوا من الضمان بنسبة أكبر؟ لا بالنسبة لكمان هذا الموضوع ما في أي إشكالية حاليا حتى قبل رفع التعريفات نحن التعريفات الوحيدة اللي رفعناها هي تعريفات غسل الكلا وبالتالي كل ما يتعلق بغسل الكلا ما عم يدفعه ولا أي كلفة 100% مغطاية بتسعير الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأمراض السرطانية بعدها كمان الأدوية مدعومة بنسبة 95% مدعومة 100% من الوزارة والضمان بغطيها 95% الاتفاق من خلال زيادة الأجور حيفوت مداخيل بحدود 750 مليار طالبنا نحن وباقي الزهات الحكومية الضامنة أن الموازنة مشروع الموازنة طبعاً لـ 2022 ترصد لنا الدولة خمس مرات زيادة كل ما يتعلق بالاستشفاء لنقدر نعمل هذه الزيادة نتعمل أنه إذا الدولة اللبنانية أسرعت للزيادات هذا الموضوع سيصير بإثار الحال أنا أشكرك مدير الصندوق الوطني للضمان على اجتماع الدكتور محمد كاركي وبعد أن أضحى الاستشفاء للأغنية حصراً أسئلة كثير بتطرح حول قدرة المستشفات الحكومية على استقبال المرضى والحالات الحرجة تحديداً